وفي مقال نشرته صحيفة عكاذ السعودية قال الكاتب طارق الحميد أن تسريبات حمد بن خليفة ومعمر القذافي تثبت أن مدير الجزيرة القطرية هو حمد بن خليفة نفسه مؤكدة أن التسريبات تكشف كيف يرسم حمد بن خليفة السياسة التحريرية لقناة الجزيرة وإساءاتها لدول المنطقة تسريبات أشريضة حمد بن خليفة ومعمر القذافي الأخيرة تكشف لنا أمور عدة كما أنها تؤكد ما هو كان معروفا وفيها عبر الأشريضة تكشف مثلا أن مدير قناة الجزيرة القطرية الفعلي ومنذ فترة طويلة هو الشيخ حمد بن خليفة وهذا ما كان واضحا منذ بداية المحطة وبات الآن ثابتا خصوصا في نقاش حمد بن خليفة والقذافي حول تفاصيل ما يجب وما لا يجب أن تبثه الجزيرة عن ليبيا وبشروط القذافي وكذلك في شرح حمد بن خليفة عن كيفية تغطية الجزيرة القطرية للعلاقات السعودية الأمريكية حين سأله القذافي عن ملاحظته لتوقف الجزيرة فترة عن مهاجمة السعودية حينها أجابه الشيخ حمد بن خليفة بالتفاصيل عن تغطية الجزيرة لزيارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأبن للرياض وكيف كانت المحطة تكرر بث لقطة عرض بوش بالسيف بهدف الإساءة للسعودية وقد يقول قائل كيف يكون ذلك إساءة؟ الإجابة بسيطة حيث كانت الجزيرة القطرية تتبنى خطابا أصوليا يستهدف السعودية ولذلك تبنت المحطة بث خطابات القاعدة وغيرها من الجماعات الأصولية وبالتالي فإن أظهار السعودية كحليف للأمريكيين وقتها يعتبر تشويها لسمعة الرياض وهو الكرت الذي تلعبه الجزيرة للآن وبملفات مختلفة كما تكشف الأشريطة ومن تفاصيل نفس جلسة حمد القذافي أن حمد بن جاسم لم يكن إلا رئيس نشرة بقناة الجزيرة حيث كان يناقش الأسماء التي تم الاتصال بها من الليبيين المعتمدين من قبل القذافي للظهور على القناة وهذا يكشف ويؤكد أن حمد بن جاسم كان يكذب عندما خرج على تلفزيون قطر قبل أعوام بسيطة قائلا إن القذافي طلب منهم بث أشريطة ضد السعودية وأنهم أي القطريين اعتذروا لأن مهنية الجزيرة لا تسمح بالابتزاز والحقيقة أن الأشريطة المسربة كشفت عكس ذلك بل أن حمد بن جاسم كان يعدد على القذافي أسماء الليبيين كما أنها كشفت أن الجزيرة القطرية ما هي إلا بمثابة حساب في تويتر يدار عبر أسماء مستعارة اتضح أنها حمد بن خليفة المدير وحمد بن جاسم رئيس النشرة أما العبرة من الأشريطة فهي أن نظام الحمدين قرر أن يمارس لعبة النفوذ بالمنطقة من خلال الأشريطة المسربة من أسامة بن لادن والظواهر وأبو عدس ومن على شاكلتهم وها هو ينتهي مفضوحا ومن خلال أشريطة مسربة أظهرت سطحية قيادة قطر السياسية خصوصا حديثهم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما أظهرت أيضا حجم المؤامرة القطرية والسؤال هنا هو ماذا لو كان لدى بشار الأسد تسجيلات للقطريين مثل الذي كانت لدى القذافي حينها سنسمع العجب والعجاب خصوصا بالملف القطري الإيراني بل وأكثر